حركة المحافظين الجديدة إمتى السؤال الحياب يتردد مع بدء الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي من المتوقع أن تشهد مصر خلال الأيام القادمة حركة محافظين جديدة لسيما مع بدء الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد أداء اليمين الدستورية أمس أمام جلسة خاصة لمجلس النواب العاصمة الإدارية الجديدة برئاسة المستشار دكتور حنفي جبالي وفي هذا الصدد يوضح أبكتور صلح فوزي أستاذ القانون الدستورية في تصريحات خاصة أنه بانتهاء مدة رئيسة جمهورية تنتهي بقوة القانون ولاية المحافظين الحاليين وذلك وفقاً للمادة 25 من قانون الإدارة المحلية لكن يحق لرئيس الجمهورية مع بدء الفترة الرئاسية الجديدة التجديد لهم أو بعضهم أو إجراء حرقة محافظين جزئية وتتواكب حرقة المحافظين مع ملامح ومستهدفات العمل الوطني خلال الفترة القادمة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حفل تنصيبه لفترة رئاسية جديدة وكذا الأهداف الاستراتيجية التي يسعى لتحقيقها وفي مقدمتها تحقيق التنمية الشاملة وإنعكسها على المواطن المصري ويأتي في مقدمة مستهدفات العمل الوطني الفترة القادمة أولوية حماية وصون أمن مصر القومية ومواصلة العمل على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف فضلا عن استكمال وتعميق الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة وأيضا تنفيذ التوصيات التي يتم التوافق عليها ودعم شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة وأيضا إنجاز كامل لمراحل مبادرة حياة كريمة التي تعد أكبر المبادرات التنموية في تاريخ مصر بما سيحقق تحسنا هائلا في مستوى معيشة المواطنين في القرى المستهدفة وتشمل المستهدفات تبني استراتيجيات تعز من قدرات وموارد مصر الاقتصادية وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام ومتوازن وأيضا تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في قيادة التنمية وتركيز على قطاعات الزراعة وصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي تدريجيا وكذلك زيادة مساهمة الرقعة الزراعية والإنتاجية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لمصر وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لتوفير الملايين من فرص العمل المستدامة مع إعطاء الأولوية لبرامج التصنيع المحلية لزيادة الصدرات ومتحصلات مصر من النقد الأجنبية يأتي ذلك إلى جانب شمول المستهدفات وتبني إصلاح مؤسسي شامل يهدف إلى ضمان الانضباط المالي وتحقيق الحكامة السليمة من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإرادات العامة والتحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام وكذلك تحول مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت والطاقة المتجددة والمتجددة والجديدة والهايدروجين الأخضر ومشتقاته إلى جانب تعظيم الدور الإخصادي لقناة السويس فضلا عن تعظيم الاستفادة من فروات مصر البشرية من خلال زيادة جودة التعليم لأبنائنا ومواصلة تفعيل البرامج والمبادرات الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين وأيضا استكمال مراحل مشروع التأمين الصحي الشامل وخلال الرؤية المستهدفة للمرحلة المقبلة ستواصل الدولة الحقيقة تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية واستكمال إنشاء المدن الجديدة من الدولة الرابع مع تطوير المناطق القبرى غير المفتطة واستكمال برنامج سكن لكل المصرين الذي يستهدف بالأساس الشباب والأسر محدودة الدخل مشاهدينا بكده نكون وصلنا لنهاية هذه التغطية بشكركم شكرا جزيلا على المتابعة زي كانت كل تفاصيل الخاصة لدينا كنت معكم أنا من هيحية وإلى اللقاء في تغطية أخرى على مدار اليوم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة